الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار إلى أنفه واليدين والرقبتين وأطراف القدمين بسم الله الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات أمين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين وانتبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجدنا علما ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم رب جبهيل ومكايل وإصرافيل فاطر السماوات من أرض عالم رأيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم قد رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين هذا أيضا حديث أوردهم صلى الله عليه وسلم في جملة أحاديث باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ليس فيه أفعال إنه قال أمرت وكان كما قلنا الحديث السابق كلها أفعال يعني كان يرفع يديه وكان وكذا وكذا بمعنى حكاية لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهنا وين كان يفعل ذلك كله عليه الصلاة والسلام لكن الصيغة أمرتو بمعنى أنها صيغة قولية ومر معنا بالأمس أن الأفعال لا تدل على الوجوب بمعنى أنها تدل على المسروعية أما الوجوب أو درجة هذه المسروعية تأخذ من دليل أخر ولهذا أوردنا كلام الشارح بالأمس في موضوع على حديث عائشة رضي الله عنها في قوله كان إذا رفع كان يستفتح حسنة بالتكبير وكان إذا ركع لم يشخص رأسه أو لم يشخص رأسه ولم يصويبه إلى آخره والشارح قال وهذه الأفعال كما نبهنا بالأمس وهذه الأفعال التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قد استدل الفقهاء بكثير منها على الوجوب ثم قال لا لأن الفعل يدل على الوجوب بل لأنهم يرون أن قوله تعالى أقيم الصلاة خطاب مجمل مبين بالفعل والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الأمر إلى آخره بل آقوى في الدلالة من قوله أقيم الصلاة قوله صلى الله عنه من السنة صلوا كما رأيتم يصلي هذا قول هذا قول المقصود أن الأفعال وحكاية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي أن تحكى بالأفعال كان يفعله كذا وكان يفعله كذا وكذا وكذا كما مر معنا في الحديث كلها السابقة أما هنا فصيغة أمرتو بمعنى أنه قول ومعلوم أن أمره هو أمر لأمته أن أمره أمر لأمته فقال عن ابن عباس الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرتو أن أسجد على سبعة أعظم هذه الأعضاء أو الأعظم طبعا سمها أعظم هي أكثر من العظم يعني كل كل واحد منها فيه أعظم كثيرة لكن سمها مجموعة كأن كل واحد منها أعظم واحد بينما هي معلومة أن أعظم المقصود كما يقول تعبير عن الجزء تعبير عن الكل بالجزء قال ومرتو على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه بمعنى أن السجود في الوجه لابد أن يكون يجمع بين الجبهة والأنف بين الجبهة والأنف والعبرة ما اختلفوا هل الجبهة واحدة تكفي أو الأنف واحدة يكفي أو لابد منهما جميعا في المذهب في ذبي أحمد الركن ليش من الثنين الجبهة والأنف ما دور الفقه لأن الجبهة هي الركن والأنف سنة وأبو حنيف يقول يكفي أحدهما إلى آخر أحدهما إن سجد على أنف كفاء وإن سجد على الجبهة كفاء وإن كانوا مجمعون على أن الجمع بها هو السنة الجبهة ولم جميعا هذا لا شكل لم يختلفوا في أنه مشروع لم يختلفوا في أن الجمع بين الجبهة والأنف أنه مشروع لكن أيها الركن أو أيها الواجب هذا هو محل الخلاف بينهم ولهذا الصغة هنا على الجبهة وأشار النبي صلى وآشار بيده لأنف هذا يدل على أن هذا قول كما قلنا أنه قول لأنه لو كان ساجداً لم أشار لكن يدل على أنه يبيد للصحابة و للأمة بعدها مواطن السجود في الصلاة من الأعضاء أو من الأعظم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة ثم قال وأشار بيده لأنفه واليدين طبعاً اليدين مقصود بطون اليدين بطون اليدين وهل هم واجب أو ركن عندنا وعند الشافعي ركن هذه الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القديمين كلها أركان كلها أركان في السجود و لما يقول الجبهة تكفي وهذه سنة هذه سنة بمعنى لو أنه رفع يديه أو رفع قدميه إذا كان سجوده كاملاً والحديث لا شك أنه واضح بأن الأمر يشملها كلها يشمل هذه الأعضاء الجبهة والأنف واليدين كما قلنا بطون اليدين طبعاً وليس أكف اليدين وليس ظهور اليدين بطون اليدين بما فيها الأصابع والراحة جميعاً والركبتين اليمين والشمال وأطراف القدمين الأصابع أصابع القدمين فلابد أن كلها تكون حالة السجود ملتصقة بالأرض الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين نعم الحديث الخامس عن عبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده وحين يرفع صلبه من الركع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس هذا حديث عن أبي هريرة في مواطن التكبير وفي الرحمن الرحيم سمع الله رحمه إذا كما سيأتي وفي يقول أبي هريرة هنا أفعال هنا أفعال حكاية لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر معنا كان أنها أحيانا تدل على الدوام وأحيانا قد تدل حتى ولو كان الفعل لم يقع إلا مرة واحدة يقال كان أحيانا تقول كان مثلا جميع أفعال الحج لم تقع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة ومع هذا الحديث يقول كان وكان وكبينهم مرة واحدة فأحيانا كان تدل على الدوام والسباب وقد تدل على مرة واحدة ومر معنا هذا في أول الكتاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم لاحظوا معنا حين حين كل ستأتي طبعا الأولى تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام فالمصلي حينما يشرع في الصلاة يكبر وقلنا أمس أنه تحاذي منكبيه أو تحاذي شحمتي أذنيه لكن المقصود هنا موضع التكبير يكبر حين بمعنى ينبغي أن يكون التكبير مصاحبا للحركة التكبير يكون مصاحبا للحركة هذا معنى حين ما لم يقول فانتقو مثلا الله أكبر لا تقول الله أكبر أو الله أكبر لا إنما تقول الله أكبر فتكون الحركة 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 مع اللفظ الحركة مع التكبير وإن كان ينبغي يلاحظ هذا وإن كان قد يختلف قليلا والإنسان لا يشقع نفسه كثيرا لكنه ينبغي أن يلاحظ أن يكون تكبيره أو أو لفظه بالتكبير مقارنا للحركة مقارنا للحركة وكذلك كما سيتمعنا في الركوع والسجود إلى آخره قال لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقبر التي هي تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام يكبر وحين يشرع أثنان الله أكبر ثم يكبر حين يركع كذلك ينبغي أن يكون التكبير متماشيا مع حركة الركوع فيقول الله أكبر ولا يقول الله أكبر ثم يركع أو يركع ثم يقول الله أكبر لا ينبغي أن يكون ويلاحظ أن يكون تكبيره متناسقا مع حركته في الركوع يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركعة يعني حينما يقوم إلى الاعتدال لقائمة يقول سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد والمذهب عندنا أن المنفرد لا يقول أن المأموم لا يقول سمع الله لحمده إنما يقول ربنا ولك الحمد وعند بعض العلم جمعنا هذا العلم أنه يقول أن سمع الله للإمام والمأموم والمنفرد والمأموم لكن سيأتي معنا أنه قال أن النبي صلى الله وعندما إذا قال سمع الله للمحديث فقولوا ربنا ولك الحمد سيأتي معنا الحديث هذا ونبسط القول فيه المقصود هنا أنه يحكي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام هنا أبو هرير ربنا يحكي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام فقال ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يعني أثناء في حركة ارتفاعه ونهوضه من الرخوع إلى القيام معتدلا أو اعتدال قائما سمع الله هنا سمع بمعنى أجاب سمع بمعنى أجاب سمع الله أجاب الله فسمع الله لمن حمده ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد إذن الحركة التي تقابل التكبير في الرخم من الركوع هي سمع الله لمن حمده في حق الإمام وحق المفرد فإذا استقام واعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد إذن ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمفرد ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمفرد أما سمع الله لمن حمد فهي للإمام والمفرد ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد طبعا وقد يكملها حمدا كثيرا طيب ومباركا فيه إلى آخر على ذكر الوالد لكن في المدى الواجب هي ربنا ولك الحمد والباقي سنة الباقي سنة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد قلنا في الحديث الماضي أنها ورد ربنا ولك الحمد وربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد أربع صياغ وكلها ثابتة ربنا ولك الحمد كما هنا وربنا لك الحمد والله ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد كل هذه واردة وبعض العلماء قال إن ربنا ولك الحمد أتم لأنها تفيد معنا تفيد معنا زائد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي يعني للسجود فإذن يكون التكبير إلى السجود مقارنا حركته وهو نازل وهو نازل هويا ليقوم بالسجدة فأثناء الحركة على كل حال قدر انسطاع لا شك طبعا على كل حال المهم أنه يجتهد في أن يكون التكبير مواكبا ومقارنا للحركة أثناء نزوله إلى السجود ولهذا قال ثم يكبر حين يهوي أثناء الهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه يعني من السجدة يعني حين يسجد ثم يرفع رأسه يكبر أثناء حركة لفع رأسه من السجود لي يعتدل جالسا وليستقر جالسا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد السجد الثاني ثم يكبر حين يرفع رأسه يعني للقيام رأسه للقيام رأسه للجلوس إذا كان في التشاهد فبمعنى أن التكبير يكون مقارن للحركة ولهذا هذا هو اللي تفيده كلمة حين ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم قال ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها يعني في جميع الصلاة كانت من ركعتين أو من ثلاث أو من أربع ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس بمعنى أن تشاهد الأول إذا كانت الصلاة ربعية أو نافلة ربعية وجلس فيها كما في صلاة النهار مثل 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 فإنه حين يقوم من الركعة الثانية بعد الجلوس جلوس التشاهد الأول أيضا يكبر ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس يعني الجلوس التشاهد الأول إذن هذه هيئة هيئة كيف يكون التكبير في الصلاة طبعا التكبير الأولى تسمى تكبيرة الإحرام والتكبيرات البواقي تسمى تكبيرات الانتقال بمعنى أنها شرعة للتكبير لانتقال من ركن إلى ركن أو من حالة في الصلاة إلى أحد أخرى من قيام إلى ركوع ومن ركوع إلى السجل إلى آخره وحينما كان يحسن تنبيه هذا قبلا يعني من جمال هذا الدين ومن أيضا بيان حقيقة مقام الصلاة هو أنه اختير لفظ التكبير ليكون هو المؤدي أو القول الذي يكون به الانتقال بين فعال الصلاة ولسك أن هذا يعني يشعر وقلنا في الجسد القبل الماضية أن الصلاة هي يعني أولا هي أعظم أركان الإسلام على الشهادتين يعني مقام الصلاة أعظم من أركان كل أعظم من الصيام ومن الزكاة ومن الحج ومن سائر المطلوبات الشرعية ولهذا مشروعة في اليوم خمس مرات مشروعة في اليوم خمس مرات بينما على بقية الأفعال أو بقية الأركان إما في العالم مرة كالصيام وإما في الزكاة وعال الأغنية وإما في الحج في العمر مرة بينما الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات لأنها وقوف وقوف العبد بين يدي ربه ولهذا وهي أعظم أركان كما قلنا بل بل وحتى ذهب جمع من المحقيقين لأن من تركها يكفر وإن كان مؤمن بوجوبها أن من لم يصل له كافر حتى قالوا أنه لو لم يصل لفرضا واحد أنه يكفر صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة العهد الذي بيننا وبينام الصلاة العهد المثاقي يعني وعصل الإسلام العهد الذي بيننا وبينام الصلاة من تركها فقد كفر فنظرا لقيمة الصلاة ومنزلتها وهي أول ما يحسب عليه يوم القيامة وتجب على المسلم الصحيح والمرير والذكر والأنثى لا تسقط إلا إذا فقد عقل ما يدل على إظام منزلتها بينما الصيام مع الاستطاعة والحجب على الاستطاعة والوزكاة مع القدرة المالية إلى آخر بيننا وصلاة لا ما تسقط ما دام الإسلام عاقل ما دام عاقل يصلي بوضوء إلا مجد وضوء يتيمم إلا مجد يتيمم يصلي بدون لا وضوء ولا ولا وليتيمم يصلي ساتر العورة إلا مجد يصلي لقبلة إلا يستطيع يصلي لأي جهة فهي لا تسقط أبدا شروطها كلها مع القدرة شروط الصلاة من لا 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 ستر العورة استقبال القبلة الطهارة الطهارة مع القدرة استطاع يتوضى يتوضى ويتيمم إلا مجد تيمم أو لا يستطيع حتى محرك حرق حتى التيمم يصلي من غير وضوء ولا تيمم يصلي قائما أنه يستطيع فقاعدا أنه يستطيع فعلى جم أنه يستطيع فيومئ ما تسقط مما يدع على عظمها بينما هذا لا يوجد من فرع ذو الأخر المقصود أن الصلاة لعظمها من عظمها أنه الله سبحانه اختار لها التكبير يعني التكبير تكبير لله عز وجل وتعظيم اللهوة فأنت حينما قلنا بالله من التكبير في الإحرام قال علماء أنك حينما ترفع يديك وتدخل في التكبير قالوا كأنك تزيل الحاجب وترفع الحاجب الذي بينك وبين الله فأنت تدخل على الله عز وجل وأن الله هو قبل وجهك وينبغي وأنت تصلي أن تستحضر هذا كله تستحضر أنك تقف بين العز وجل وهل هناك أعظم شرف من أن الله يأذن لك أن تقف بين يديه فالموضوع ليس سهلا وأنت حينما تقف بين يدي جلال الله تكبر كيف تشتر لك فعلا بين الله وتقابل ربك بالتكبير في معنا أن التكبير هي أعظم صيغة ليستشعر بها المسلم جلال الله عز وجل وعظمته فمن هنا التكبير كله في حركات الانتقال تكبير أولا ثم هذه التكبيرات إلا من رفع رفع تقول سمع الله تقول ربنا وكالحال إذا قال الإمام سمع الله وإذا كنت مفردا تقول سمع الله بما يدل على عظم الصلاة وأيضا تحريمه التكبير تحليل التسليم أيضا تنتهي تسلم وتسلم على كل عبد صالح بل تسلم على كل عبد صالح في السماء هذا يدل على عظم هذه الصلاة ومزيتها ولهذا يعني من نعمة الله على عبده أن يعينه على الإكثار من الصلاة صلاة النافلة من أعظم القربات في النهان وفي الليل فمن أعظم القربات صلاة في النوافل وفي الليل وفي النهار إلا عد وقعة النهي هذه عروفة هذه هي لا يصلى فيها أما غيرها يصلى في كل وقت ومن أفضل من تقربه الله الصلاة لأنها خشوع وانطرح بين ذي العز وجل ووقوف بين ذي العز وجل وسؤال وسجود يعني أفعالها عجيبة أفعالها من الدلالة على الخضوع لله عز وجل واستشعار جلاله وعظمته بل الاستشعار للعبد يعني من نعمة الله للعبد أن يستشعر قربه من الله لأن الله عدناك وأن الله قربك وأن الله أذن لك أن تقف بين يديه فينبغي أن العبد يستحذر هذا كله حينما يكون بين يدي الله والله أعلم وصلى الله على محمد وعليه وصحبه وصلا